موسيقى نسوة من مختلف المحافظات العراقية نظمنا مؤتمرا وطنيا من أجل مكافحة العنف ضد النساء والإفلات من العقاب وقضايا الأمن والسلام وتم اختيار كاركوك لإقامته لما تتميز فيه المحافظة من تنوع ثقافي وعرقي لهذا احنا اختيار نكاركوك كمركز مهم لقضايا الدفع بتعبئة جماهيرية تعبئة حكومية أيضا حكومية وجماهيرية وإعلامية من أجل السعي لتشريع قانون مناهضة العنف الأسري في المرحلة القادمة الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية أعلنت إشراك عدد من النساء بشكل تطوعي للمساهمة في حل المشاكل المجتمعية خصوصا تلك التي تتعلق بالمرأة ومنها التي يصعب الوصول إليها بسبب العادات والتقاليد المتوارثة في مجتمع يضغي عليه الطابع العشائري الشرطة المجتمعية في كاركوك عملت نموذج فريد من نوعه أدخلت سبع نساء بعمل تطوعي بموافقة المراجع من خريجات الكليات والمعاهد اللي بوجودهم استطعنا حل مشاكل كانت ممكن أن تؤدي إلى القتل العديد من النساء أو رجال وتسعى فرحة عبدالله التي تعرضت للعنف لتغيير هذا المفهوم والعمل على عدم تكراره مع النساء الأخريات من خلال تقديم النصح ومساعدتهن على التواصل مع الجهات المعنية للإبلاغ عما يتعرضن له أنا أمرأة معنفة ونتيجة العنفة اللي شفتها من قانس صغيرة لحد ما تخلصت من العنف ما حبيت أنه أحد يعيش نفس اللي عشتها آني فقدرت أنه الحمد لله أني أجتمعوية النساء وأعرف المعنفة وأساعدها يعني بأي شي تحتاج وأساعدها بالمعنوي حتى إذا يستوجب أنها تروح المركز شرطة أو المنظمة أو آني بيدي أو أديها ومع اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة تنطلق فعاليات الستة عشر يوما لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وهي حملة دولية وتنتهي في العاشر من الشهر المقبل وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان عمر الهلالي الحرى كركوك